نبدأ الآن بتكريم ممثلي مشروعات سفراء المحافظات محافظة القاهرة يتسلم التكريم محمد أحمد إبراهيم عبد العزيز محافظة الجيزة يتسلم التكريم دنيا إبراهيم السعيد محافظة الإسكندرية يتسلم التكريم دكتور أيمن الجمل محافظة أسوان يتسلم التكريم ياد إسلام الإمام محافظة أسيوت يتسلم التكريم حسام بيومي علي حمدان محافظة البحيرة يتسلم التكريم سيف الدين محمد سلامة محافظة بني سيف يتسلم التكريم دكتور عطوى أحمد عطوى عطية محافظة الدقاهلية يتسلم التكريم دكتور هشام محمد عمر شريف دميات يتسلم التكريم دعاء ممدوح علي رزق الفيوم تتسلم التكريم دكتور مروى أحمد محمد عبد الحليم الغربية تتسلم التكريم نهى محمد فايد الإسماعيلية يتسلم التكريم سعيد موسى إبراهيم موسى عبادة كفر الشيخ يتسلم التكريم متحة محمود السيد يونس الأقصر يتسلم التكريم محمد زكريا الأمير مطروح يتسلم التكريم دكتور هاني عبدالله الكاتب المينيا يتسلم التكريم مصطفى محمود إسماعيل أحمد المنوفية يتسلم التكريم المحاسب السيد هشام عبد الحليم الوادي الجديد يتسلم التكريم محمد عبد العزيز محمد الدمرداش شمال ثيناء تتسلم التكريم ريم علي أحمد يعقوب بور سعيد تتسلم التكريم المهندسة أمن حامد محمد عبد السلام القليبية تتسلم التكريم المهندسة منال زين العبدين من قناة يتسلم التكريم دكتور وليد عبد الرحيم من البحر الأحمر يتسلم التكريم ملواء شريف أحمد صالح ومن الشرقية يتسلم التكريم مصطفى عبد الرحمن مصطفى ومن سهاج يتسلم التكريم المهندس أشرف مشرف من جنوب سيناء يتسلم التكريم اللواء خالد متولي ومن السويس يتسلم التكريم أمير رفعة سابت والآن مع اللحظة التي طال انتظارها والمشروعات الخضراء الذكية الفائزة على مستوى الجمهورية بواقع ثلاث مشروعات من كل فئة من الفئات الستة هذه المشروعات سيتم عرضها وتقديمها في مؤتمر المناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ بعد أيام قليلة فاز بالمركز الأول فئة المشروعات الكبيرة من محافظة الأقصر المشروع هو بنك المخلفات المصري عطاء جاد الكريم محمود عثمان المركز الثاني في فئة المشروعات الكبيرة من البحر الأحمر زراعة الججوبة على مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا اللواء شريف أحمد صالح والمركز الثالث في نفس الفئة المشروعات الكبيرة محافظة دميات مشروع ميناء بحري للصيد بعزبة البرج دعاء ممدوح رزق في فئة المشروعات المتوسطة فاز بالمركز الأول محافظة الإسكندرية مشروع نظام الإنذار المبكر أيمن عبد المنعم محمد الجمل وفي المركز الثاني في نفس الفئة المشروعات المتوسطة محافظة الوادي الجديد مشروع القرية الزراعية المستدامة سيف شاركة إنجازات لمواجهة معضلة المياه الغداء والطاقة وفاز بها محمد عبد العزيز محمد الدمرداش المركز الثالث في المشروعات المتوسطة محافظة شمال سيناء مشروع استخدام عصارة نبات الرطريت في تكسير الزيوت فازت بها إيمان عبدالله علي الحجاوي وننتقل إلى المشروعات المحلية الصغيرة فازت بالمركز الأول من محافظة الجيزة مشروع باسم رابت فاز بها اللواء أحمد محمد عبد الفتاح السيد والمركز الثاني المشروعات المحلية الصغيرة من محافظة قنة زراعة بدون تربة بنظام HP Aeroponic لواء أشرف غريب الدوودي والمركز الثالث في المشروعات المحلية الصغيرة من القليوبية المشروع باسم إكبسني الفائز هو ماجد محمود أحمد الحلفاوي وفي فئات المشروعات غير الهدفة فاز بالمركز الأول من الإسماعيلية مشروع نظام انظار ذكي بتقنية النانو للسيطرة والكشف مبكرة عن سوسة النخيل الحمراء السيد عويس عمران عبيد وبالمركز الثاني في نفس الفئة المشروعات غير الهدفة من القليوبية مشروع دور الزراعة المتجددة في مواجهة تحديات التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية ومساندة المجتمعات المحلية سلمة سامي محمد محمد زلط وفي فئات المشروعات غير الهدفة المركز الثالث من الفيوم المشروع هو الطرق الخضراء والسياحة البيئية بمحمية قارون الطبيعية بالفيوم الأستاذ إيهاب محمود إبراهيم عبد العال وننتقل إلى الشركات الناشئة فاز بالمركز الأول من محافظة البحر الأحمر مشروع نور نيشن حلول مبتكرة لطاقة متجددة ومياه غذاء آمن فاز بها راجي رمضان أحمد شحاتة والمركز الثاني في نفس الفئة الشركات الناشئة من الإسكندرية مشروع بعنوان روبوت إزالة المخلفات والزيوت من البحار فاز بها سيف الدين أحمد مختار وأخيراً في الفئة الشركات الناشئة في المركز الثالث من مطروح مشروع المباني الخضراء المستدامة فاز بها محمد خلف صادق أحمد وأخيراً وليس آخراً ننتقل إلى مشروعات المرأة وفازت بالمركز الأول من الأسكندرية مشروع بعنوان تصميم قاطع ثلاثي الأبعاد من إعادة تدوير النفايات الإلكترونية مونة رفعة طمان وفازت بالمركز الثاني في فئة مشروعات المرأة من القاهرة مشروع الخردة باب رزق وفازت بها وهاد سامير أحمد وكان المركز الثالث في مشروعات المرأة من نصيب مشروع مبادرة صاحبات اليد الذهبية من الفيوم وتذهب إلى سمر سعيد معوّد والآن مع تكريم مبادرة إحلال السيارات بالغاز الطبيعي جو جرين ويقدم لشركة إي فاينانس ويتسلم التكريم المهندس إبراهيم صرحان رئيس مجلس إدارة الشركة كما نشهد اليوم إطلاق مبادرة القرية الخضراء والتي تستهدف تأهيل قراء المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتوافق مع إحداث المعايير البيئية العالمية بشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظات وشركة إي كونسلت للاستشارات البيئية والجمعية المصرية للأبنية الخضراء كجهة تقييم مستقلة حيث تم تحديد مجموعة من المعايير الموضوعية لاختيار إحدى القرى التي يمكن تنفيذ المبادرة بها لتكون نموذجاً يمكن تعميمه على 175 قرية مصرية خلال الفترة القادمة وتم اختيار قرية فارس بمحافظة أسوان وتم العمل خلال الستة أشهر الماضية لتأهيل القرية للحصول على شهادة ترشيد للمجتمعات الريفية الخضراء ولتكون بذلك أول قرية مصرية تحصل على هذه الشهادة الآن مع تكريم الحاصلين على شهادة ترشيد للمجتمعات الريفية الخضراء عن قرية فارس بمحافظة أسوان المقدمة من الجمعية المصرية الأبنية الخضراء ويتسلم التكريم مؤسسة حياة كريمة أستاذ آية عمر رئيس مجلس أمناء المؤسسة شركة إي كونسلت وتتسلمها المهندسة صارة البطوتي رئيس مجلس إدارة الشركة وزارة التخطيط ويتسلمها دكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشؤون المتابعة ومحافظة أسوان ويتسلم التكريم محافظ أسوان ألواء أشرف عطية ألف مبروخ لكل السادة المكرمين في هذه المبادرة شكراً معالي وزيرة التخطيط وتنمية الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر